مع حلول العياد والمناسبات تشهد الأسواق إقبالاً على لعب الأطفال بشكل منقطع نظير برغم المحاذير من وجود بعض الألعاب التي تسبب أضراراً جسدية للأطفال وخاصة على الوجه والعين بطلقات المسدسات التي تعرف بالصد شم غرفة تجارة كربلاء حذرت من هذه الألعاب هكذا ألعاب في كل دول العالم ليست محظورة بشكل كامل لكن هناك ضوابط لاستيرادها منها دخول مؤسسات تقيس سيطرة نوعية التي تضع الضوابط لاستيراد مثل هكذا الألعاب لكن تعطيل دورها جعل من المستوردين والتجار يستوردون كل أنواع الألعاب التي ترسخ العنف لدى الطفل الإصابات المتكررة جراء استخدام هذه الألعاب دعا بعض رجال الدين في كربلاء ولخطورة الموقف بإعطاء توجيهات لعدم استخدام هذه الألعاب وتحريمها تعد هذه الظاهرة من الظواهر السلبية في المجتمع التي حقيقة نهت الشريعة والأخلاق العرفية والمجتمعية الأخلاق الإسلامية والأعراف المجتمعية عن هذه الأمور وهذه الظواهر التي حقيقة من الأمور التي محرمة تكون بعض أصحاب المحال التجارية طالبوا بمنع استيراد هذه الألعاب كون هناك العديد من الألعاب الأخرى لها الأفضلية وفيها جوانب للتعليم وزرع روح الجميلة لدى الأطفال بخصوص الألعاب النارية للأطفال الأطفال أكثر شيء هسه قاموا يأخذ الإسلاحة والبندقية أكبر من حجمها يعني أكثر المحلات هسه جاي تبيع ونحن نتمنى هذا الشيء الرفض من الأساس من استيراد من الضرورة قيام الآباء باختيار ألعاب مفيدة ذهنيا لأطفالهم وعدم توجيههم نحو ألعاب العنف فالتعلم من الصغر كالنقش على الحجر من كربلا جاسم الهميم التغيير